لاحظ حضرتك العالم كله مشي في اتجاه ان الاقتصاد العالمي مبني على الترفيه والتباهي بشكل رهيب تلاقي اكتر حاجات بتجيب عائد اقتصادي في العشرين سنة اللي فاتوا الحاجات اللي معتمدة على الترفيه السنة مع الغناء كرة القدم كرة القدم بقى الترفيه ما بقتش رياضة تلاقي اكبر شركة في العالم هي شركة ابل سلاش ديزني اللي هي بتنتج ترفيه وشركة ابل بتعتمد على ان منتجاتها على مال التباهي وابتدت ما ستيرس البزنس في العالم تدرس انه العائد الاكبر وانت بتشتغل في الترفيه وانت بتشتغل في الماركات اللي بتدي بريستيج اصرف فلوس على انك تبني الماركة مش انك تبني جودة منتج والكلام ده انا بشوفه اصدقائي اللي بتدريسه بازم توروني انا اقدم لك منتج يعمل ليبلنج لوضعك المالي والاقتصادي وبالتالي يدي لك شكل من اشكال المكانة الاجتماعية بصرف النظر عن الجودة بالضبط كده وهذا اصبح طيار كبير وهو ده اغلى بالناتج القومي الاجمالي لدول زي اوروبا وامريكا والكلام ده معتمد عليه لغاية ما العالم اخد الصدمتين اللي وراء بعض كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية الناس ابتدت الله ده المنتجات الحقيقية اللي احنا محتاجينها مش موجودة انا هعمل ايه بالتباهي وانا مش لاقي ورقة ولدت في بيتنا لانه بينتج في الصيمة بينتجش في اوروبا وبعد ازمة اوكرانيا اكتشفنا ان الامح والضرة اغلى من الايفون انا مش قادر اعيش من غير امح الاهم الاهم الناس بقى تخش السوبر ماركت في لندن ولا في باريس ولا في فيينا اللورفوف معليهاش زيت ليه لانه بيتعامل من الضرة او من عباد الشمس اللي الاتنين بيجوا من اوكرانيا وروسيا احنا قطيعنا واحدة والتانية وقفت العالم بدأ يتنبه ان لا الاحتياجات الاساسية اللي هي كانت اساسا الاقتصاد زمان واللي احنا نسيناها واتشغلنا في الاشرة بتاعة الترفيه واعلان المكانة مش نفع وبانا ان الطاقة والمواد الغذائية هي الاساس بتاع الاقتصاد القوي رظيم فالنهاردة لما نيجي نتكلم على اقتصادنا بقى احنا هنكمل في السكة بتاعة التباهي واعلان المكانة ولا هنلف ونرجع للاقتصاد الحقيقي ترجمة نانسي قنقر